شكرا للمشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والله ومن التبعه إخواني وأخواتي ما تخافوش هو جاي في الحقيقة هذه النهار عندي واحدة الرغبة فضيعة نتكلم نقول بزيب الحوج كان خاف نطول عليكم بزيب ودل غزالة منقعة هذه ما فيهاش لأكليم ما الأسف الشديد ما عرفت ما أخذت الشيء على الإخوان ديالنا اللي كانوا كيسيروا هؤلاء هؤلاء الإخوان ديالنا أم بزيغ اللي كيسيروا أدبا اللي كيسيروا الجماعة أدبا التوم إخوان ديالنا ولكن أم بزيغ أم بزيغ أم بزيغ والحقيقة الإخوان ديالنا أول مجيد استقبلوني الصحفة الصحفة ديالكم ضريفين حقايا دي وسؤلوني قالوا لي بعدد الخسارة ديال طنجة قاسية إلى آخره وش شنو الانطباع ديالك والشعور ديالك الله سبحانه وتعال لهمني باش نقول لهم يودي الخسارة الحقيقية هي لخسرنا القلوب ديال الناس أما التصويت اخسروا التصويت لظروف معينة لظروف معينة لأخطاء سياسية وقعنا فيها لهذاك بالأشهد هذا يراك يمكنك الحظ في الجهدي عاد فاق خسارة ديال الأصوات بحلى السلطة بحلى يعني التخوف الاخري هذي مشي قلت لي يا واحد البنت قلت لي واش بقى عندكم عندكم القلوب ديال الناس واش بقين تيبغيوكم انا كنظن الناس بقين كيبغيوكم كين هذا الشي ولا ما كين شاء الله اخوان ولا انا كنحلم على كل حال ليش كفات شي عاود الانتخابات ويشوف على عينيه يا كله تستعدين وما تيقولوا لي الاخوان ديال الشمال راتيف يقوم عطلين واش فقطي ولا مازال اه فقطي يا وجه دوريوسكم بسم الله اخواني قنقول لكم اللي دخلت للقاعة تخلي لي واحدة شوية ديال الصرور لانني شفت باللي في الحضور واحد العدد ديال اخوان تنعرفهم اذا اللي كانوا معانا هاد المدة الطاويلة اللي بعضها يصل الى حوالي الخمسين سنة لا يصل الى الخمسين ولكن يصل الى الخمسين سنة وبعضها يعني جاء بعد ذلك ب تلاتين اربعين تلاتين وعشرين وعشر سنوات ونشوفهم اللي باقي الحمد لله معانا وباقي صندين وباقي كي يشتغلوا خصوصا في هذا الوقت لانه كان من الممكن نقول لو كان جيت عندكم قبل الانتخابات انه الاخوان يتشوفون الى شيء الحزب كان يظن او قيادته كانت تظن او اعضاؤه كانوا يظنون ان مغيجيهم اللولين ولمجيهم اللولين في الغالب وهذا عند المتشائمين جيه التانين ما كانش حزب اخر تظهر ممكن يتجاوز الحزب الحزب اللي كان كي يظهر مسنود وعنده الاموال وعنده ما يسمى بالجود لان الجود من طبيعته الدوام الجود لا يكون قبل الانتخابات فقط ف وهذا الجود منقطع الى حد الان ف يعني هذا كان يتوقع الاخوان انا كان عندي رأي اخر كان يتوقع الاخوان انهم ويكونوا الى مكان شلولين ويكونوا التانين او التلتي واذا به هوينا الى المرتبة التامنة بتلاتة عشر نائبا برلمانيا وثلاتة مستشارين مزورين والحمد لله اننا رفضناهم هذا يحسب للقيادات السابقة لا بد ان نعترف لها بذلك فهل فقدنا كل شيء لا لم نفقد كل شيء ويمكن ان اقول لكم مادمتم تحضرون مادمتم تأتون مادم تتحملون هذه المشقة وفي هذا الوقت الذي لم يبق فيه مطمع تقريبا فأوشك ان اقول لم نفقد شيئا الحمد لله قال تبارك الله هذا الخير من ذوبين عن جهة الشمال ماشي كل اعضاء جهة الشمال ولو دعونا الى اجتماع كل اعضاء من جهة الشمال ما تقدش هذه القاعة هذه ولو دعونا الى لقاء مفتوح لعموم المواطنين ما غير ممكنش نديروه الا في مكان عام ولكن والاخوان ديال الشمال طلبوا من لهذا الشي قالوا لسه بالإله نديروا لقاء مفتوح قلت لهم لا دعونا من بعد هد النتائج نعود نستعدوا شوية بشوية نسخنوا المطور شوية بشوية ها لماذا يتخلعوا يقولوا هذو ما قددتهم شوية 8 تنبير يجيبوا لنا 8 تنبير وخرا في شهر مايو ولا شهر جوان ولا رأى المهندسين 28 تنبير هم موجودين وحتى التاريخ ممكن يبدلوه ما كانت مشكل غير يكملوا بعد ويعود يردون جوان جوان ومهما 18 تنبير المهم دعونا نضحكوا شوية بجي ندووزوا هاتش اياك هنا الاخوان الاخوان طرحوا واحد السؤال الاخوان اللي فيهم ربما شوية السادجة وربما ناس معقولين منليو قعدك شوية ديال 28 تنبير قالوا امشوا في حالنا الدولة مبقات شباغينا كيت تطرحوا جوج لأسئلة منشي واحد الدولة وشباقي باغينا ولكن احنا وشباقي باغينا الدولة ديالنا وشباقي باغينا ريوسنا انا السؤال ديال دولة وشباقي باغينا ما كان طرحوش انا ماشي الدولة انا حزب سياسي الدولة عندها الحق تبغينا عندها الحق ما تبغينا ماشي لا واسع النظر باغتنا مبرك مسعود ما باغتناش على خطرها الى مقدتها اشتمن ياشو سنبير ادير شي حاجة اخرى لا واسع واسع النظر احنا شدين واحد طريق ما فيش عقدة مع الدولة في عقدة مع الله سبحان به متوسكين به جهد المستطاع وجهد الفهم اللي كان عندنا واحتدى با احتدى براحنا متوسكين به جهد المستطاع وجهد الفهم اللي كان عندنا بقيتها واحد فينا مقطع الواد ونشفوه رجلي اللي المشى عند الله كان ترجو يكون مشاو بسلام بحال السباة رحمه الله ونعرف القضية ذات مزيانة الساعة نضرح ومد برحنا غير نحاول ومشاهد الشي ديالنا الدولة ما كناش كان اعترف باقاء من يعني على رأسها الى خمص قدميها ولان واحد الوقت انتبهنا بلدك شي ديالنا ما شي هو هذا وبدلنا مجهود بدلنا مجهود لاننا كنا احرار متابعين لا التنظيم لا الشيخ لا الرئيس متابعين ش للتنظيم ديال اخوة المسلمين احنا العدلة والتنمية اللي نقبل من الجماعة الاسلامية من اللي تفرقنا مع الشي الاسلامية الشي الاسلامية معرفناش واش كانت تابع ولا ما تابعش الله اعلم الرئيس ديال امشا والدام عهل ابوة النوار ديال الله اعلم احنا ياما كنا مع التشي واحد كنا مع بعض يتنا مع الله تعالى وبدلنا مجهود اخوكم يتيم اللي كان هو الرئيس اللي ديال ها السي سعد الاتماني السي العزيز بومارت والمجموعة والاخوة المعلمين سي زحار وكذا وكذا لنطلقنا فهذا ومشينا على هدن من الله كناس عندهم يعني شيء متمسكون به وينظرون الى مقتضياته هذا الشيء الذي متمسكون به هو اعزو ما كانوا يملكون وهو محاولة الالتزام بدين الله ومسألة التانية هي محاولة القيام بمقتضياته وهكذا وصلنا الى القناعة انه يجب ان تكون لنا مساهمة سياسية في بلادنا كنا كنا نقول غير يكون شيء واحد مننا تم مع ذوك الناس الفوق في البرلمان في الحكومة يقول لهم تقتلون رجلين يقول ربي الله هذه الحقيقة هي هذه كنا نقول غير واحد يكون احنا بعد كان بغير شيء واحد يهضر معنا القائد ما كانش يبغير يهضر بعد كانت القضية ديالنا محصورة في واحد الابريقاد في الرباط نتينه لله هي اللي كانت تقريبا تحق معنا وذلك تزور الزيارة اللي درنا لدر مولي الشريف وبعد الاخوان ديالنا اللي يمشون لحبس من بعد لكن دريجيا دريجيا دخلنا في المجتمع دريجيا يعني اكتشفنا انه في ديننا يلزم ان نشارك ونساهم في حياتنا السياسية في حيات امتنا السياسية وحاولنا نقص حزب السياسي باش نقول لكم بللي هاد الحزب ما بغياش الدولة من نهار لول واني احنا ما كانت تحرقوش احنا ماشي لماريونيت لماريونيت في السياسة وفي الاعلام ما اعطاهم الله احنا رحنا جينا من هرحين الشعب جينا حينتش دفعنا الحزب جينا حينتش فينا المقيس ديال الامة والاسوس اللي هي مبنية لها تخرب من خلال الفساد من خلال الاعلام من خلال مخالفات الشرعية ومن خلال انتشار دعوات للكفر بالله والالحاد وافطار رمضان وكل شي هتشتركوا معكم من العليا لكم كنتوا في الجامعات كنت عارفوا هتش شي مزيان احنا قلنا لا احنا ما غانتبعوش هالتيار هدا وغادي نقفو ضده وغادي ندعيو الشباب واستجبلين الناس وبقينا غادي حتى تلقينا الدكتور الخاطي برحمه الله لانهم اللي ما بغوش اعطونا حزب يعني قلبنا على حزب اخر الحزب اللي استجبل ودي الدكتور الخاطي برحمه الله ودكتور الخاطي برحمه الله بصعوبة بصعوبة ومشينا ومكانش كينتظر الدكتور الخاطي بغانا نربحه ولا مقعد واحد من اللي شاركنا في الانتخابات اللولة اللي شاركنا فيها بصميا يدير سبعة وتسعين وجبنا تسعود وكملنا الولاية بربعطاش نفرضوا سيدينا عاد عاد بدينا هاديك اربعطاش هادي تلطاش بقى خصكم واحدة بيجيبوا الله ها فيحنا نفرضوا انت لكشي ديالنا علش حنا خدامين رأى باقي القدام نازل بقى على صلاح علش خدامين علش خدامين نسي سعيد خدامين بش لمشينا عند الله من شوف جهنم يكتشي بقي القدام جنة بقي القدام وتجنة بقي القدام غرض لبل المشي ولي ومشينا طبعا في الفين وجوج ما شير بعتاش واللي نف اتنين واربعين بق واخصكم نعترفه الجوج ديال الناس لو الواسي درجة طول اللي كان وزير الداخلية ولكن المهم وجلت الملك انا نقولها لكم هذه معلومة جلالة الملك رافض انتم الساق نتعيج في الفين وجوج باش خرجات اتنين واربعين وتما بدو الخصوم الحقيقيين الخصوم الحقيقيين اللي هما ضد هاد الجنس من الناس اشنو درنا لهم احنا ما عارفينش وتهو ما ما عارفينش ويني ما كيبغيونش اشغن دير لهم ما عارفوش هاد الحيوات كتضايقهم هاد غيل الحيوات ماشي الحياغ ما عارفوش مازال بهمش الصلاة نصلي وتهوما كيظهر كيصلي الصيام كنصوم وتهوما كيصوم ايالتنا مغطينا ريوسهم محنا مغلع ريوسهمش لا دون الله هم ايال سم يغطوا ريوسهم هذا لكيبالينا ولكن ماشي ما تيبغيونش على خطرهم ويني ما تيبغيونش ما تيبغيونش ما تيبغيونش بحق من اللي جات 20 فبراير بغونها اشغل عن طرابنو شداد البه من اللي هجم عن يوم هجم عن يوم العدو وكيعرف باللي ولدو شجاع ولكن قالوا انت عبد ما تصلحش يعني باش ترتقي للمرتبة دي الأسياد من اللي جال عنده قالوا نوضي عن طراب باش تدافع للقوم ديالك قالوا ان العبد لا يصلح للكر والفر انما يصلحوا قول استي احمد انت اللي حفظت شي ها للجري لللي للحل بيوصر اي الله يجزيكم بخير بكش يوحدين لحفظين شي حاجة القرآن ما قل حفظين شي حاجة ولا تلفت يفتو اخسكم ترجعون هيك تقول المرجعية المرجعية ورجو هذا القرآن الكريم يحو الله قالوا كرة وانت حر قالوا الآن نعم واني احنا ما ما بعناش شبابنا غالي بحل عن طرابنو شداد احنا مليشنا بلدنا في خطار وكيفاش ما تشوفش بلي بلدك في خطار جاية موجة ما عرفتها شهد الموجة منين عليش تبنات جاية مجموعة ديال الشباب ولا الدراري ما كتعرفهم ما كتعرف التا وحد فيهم انا ممكنش كان عرف لا وساما الخليفي لا بطل عرف الخرين وساما الخليفي تنا عرفوا لأنه يتصل بيا مرة مرة فمتين يولي الله ما كان عرفش حتى الخرين يقول لك سيدين خرجوا للشارع وصفتوا لي واحد الورقة الحال هذه مكتوبة بالدكتيلو ولا الانترنت ما عرفتش ما فيها لا توقيع لا اسمية لا ولو قالك تخرج معنا لا ننخرج معكم عشو من هدف ما كان لا هدف قالك الديمقراطية الديمقراطية كلمة لا تفيد شيئا بالضبط خصنا شو هي الديمقراطية اللي بغيت هو وغد نتبعكم شكنتم من الأمور العظيمة في الدين أن الله سبحانه وتعالى كان يبعث يعني يعني الأنبياء من أشخاص معروفين في قومهم بكل المؤهلات الشريفة تبعوا ما كان عرفكم شكنتم وحتى الطريق اللي غندوزوا منها باش نخرج ونمشيه في الشارع في الرباط ما معروفاش أنا شعرت بالخطر كان شي واحد عنده وضعية فيها ملاحظات ولكن يعني فيها الأمن الحمد لله فيها الاستقرار فيها واحد العدد دير الأمور إيجابية وفيها بعض الأمور سلبية بطبيعة الحال اليوم يخرج يتبع المجهول هذا معقول هذا الكلام ولا يخرج على أمل أنه غادي يشد القيدون ديال داك ديال داك الجمهور ويدوز ودوروا فينا ما بغى بحل يحلموا بعد الناس هذا لا يمكن أن يكون ولا أنا نخرج نخرج في واحد في واحد يعني الموجة اللي يكون السبب ديال التكسير ديال المشروعية ديال النظام السياسي اللي يحكمنا واللي العمر دياله ناش القرن والزيادة واللي غير هاد الأسرة هاد في أربعات ديال القرن تقريبا وإحنا الحمد لله أمة موحدة نخرج أنا نغامر بهاد شي كله فهمتين ولله شعرنا به هاد شي أنا وستعبد الله بها شعرنا به هاد شي بالخصوص وإخوان خرين بعد الإخوان خرين ما شعروا شبه شي وخرجوا أنا والسباها نهار نهار ثلاث اللي قبل من عشرين فبراير وقلنا الإخوان ما نخرجوش ما نخرجوش قلت له أنا أخرجي أنا مشي أعمين عمد لكم صافي سيروا الله عاون 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 والسباها يشهدوا الله قال هاد شي بقرار ديالهم وقرار ديالهم وقرار ديال ولا تفقنا وراء الله خير الشاهدي والإخوان اللي خرجوا في اللول ما دخلوا لتم مايو وشافوا منهم سير رميد وهذا يحسبوا لا قال لهم اللي مشى معهم نهار اللول وقل سمعهم لأنه سير رميد قيادة في الممشى هو قيادة ما عندك ما تدير ولد قائدا قال لهم شنو الشنو الشنو السقف قال له خلي الشعب ويقرر السقف نسحب ما بقاش شي يمشي معهم والتي يمشي معهم في حدود وخرجنا احنا ماشي غير قلنا ما نخرجوش خرجنا وقلنا لناس تش قلنا لهم الناس اللي خرجو احنا ماشي ضدهم ذاك شي اللي كي يطلبوا به ذاك الانتقادات اللي عندهم على الدولة وعلى التسير ديال وعلى السياسة ديال البلاد احنا متفقين مع جوز كبير منها ولكن ما يمكن سيدنا اعمل بعد ذلك الخطاب ديال تسعود مارس واستطعنا جميع توفيق ديال الله بالقيادة ديال انا رأيت ما نشرح شي وانا رأي ما ننقفش من الشرح ديال والتعلق ديال بالملكية وكيظهر لي هات شي اللي كيضايق شي وحدين وخاهم مخشيين في التلابيب ديال الملكية وحنا كان انظهروا بعد هات شي اللي كيضايق هم لان وكيبين باللي ما شي هم اللي كيدفع الملكية او على الاقل ما شي هم اللي كيدفع الملكية ما كان شكبر الاحزاب السياسية ده بول بزاف انهم كيدر وحد بقي ما كيدر وانا كان اعتز بها 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 القضية هذه لان احنا موقفنا الملكية نبيع مواقفنا مقابلة دراهب معدودات او مقابلة مصالح معدودة لا مجا شاي لاننا خايفين منها لا جا لاننا راجعنا اللي كان كيقول السيباء الله يرحمه كيقول كل شي كيمشي للغابة ولكن في المغرب كيبقى في غير الحمق كل شي كان ضد الملكية واحد لقط اليمين اليا صار الاسلاميين ولكن اللي بغي بقضد الملكية معنى رحمك خدش بتوب الملكية انتبهوش الناس انهم اللي كيضعف الرؤساء ديالهم انا ما كيضعفوهم شلي صالحهم هم كيضعفوهم لصالح الاطراف الاخرى الداخل وتصروحوا انتوا فجير وتصروحوا انتوا سقط المشروعية ولكن لا تصروحوا لي شيء اخر لان الاخرين غادي يجي وغيش الطبوك ده بعد بالكلام هدا كيضع لي ما بقيتش بحسن نشترحو لكم بزا فرا كنفهمين كل شيء شحال دي كنت كان نهضر كنلقاه صعوبات معكم وطان جاو كنت داي وانت كنت فهم عام اللي كان كيجين شوية الصعوبة هم عم وانت طوان ما عم ما ما بعدش بزاف ولكن رأس هم 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 متهضرش عليك انت استحمد بوخ بزا يمكن انت الواحد لكن كان تفهم معك هدي الحقيق وديك الساعات داست الانتخابات دي 2011 وجبنا 107 انتقلنا من 46 إلى 107 وترقص الحكومة ودوز نادك خمس سنين الحمد الله ثم فهمين وعارفين كل شي درجة هدلي بات وعد السيد قال لي في التليفون قال يا سياب الاله تلقت واحد السيد قلت له رأى أخنش هو اللي ولا رئيس الحكومة قال له ياك ما أخنش ولا بن كيران دا برا رئيس الحكومة أبقي بعض من الناس كي اعتقدوا بلي رئاسة الحكومة واللات هي بن كيران ونقول شبه شر ربما كانش فيه شر ولكن كان فيه صعوبات ضغوط وأشياء كتير على طبيعة الحرب فإذا حزب العدل وتنمية الإخوان إلا بغاة الدولة اليوم ما تبغيش هذا النتيج الحق اللي بغي يمشي معه هو له واسع النظر لكن هدروع لا الناس المعقولين المستقيمين اللي في الوقت ديال الشدة بقين شادين في الحزب ديالهم وبقين بغين يجيوا وبقين بغين يخدموا وبقين مستعدين يضحيوا باش تبقى هد البلاد رأسها مرفوع وباش تحسن وتصلح لأنه ما يمكن لناش نقبله يا طيب الإخوان من نداز النتائج الإخوان ديالنا في القيادة قالوا دي كانت حمل المسؤولية وقدموا استقالتهم بطاركتهم أنا ما متفقش ولكن على كل حال قدموا استقالتهم ومن بعد مجال المؤتمر يعني اللي معي تشعلي باش يبقى معي في الأمان العامة يعني شافي حالته كان فيهم اللي بقي عندي معهم علاقات عادية كان فيهم اللي كان شو يدي للتحفظ يا دي الحقيقة وكان فيهم اللي ربما قرر يمشي في حال شنو درنا شنو درنا الإخوان احنا هذا المرحلة دي كلها ماشي تجوزناها لا احنا هذا المرحلة دي كلها قلنا شنو اللي مهم واشن بقاوتا بكي وعلى الماضي ونبقاوتا نقول لهم نحن اللي نحن اللي نحن اللي نحن وعليش اللي نحن نحن هذا الشي عندنا الإخوان زي النقص نحن اللي مهم عندنا هو بلدنا تصلح ومال ومال اللي نحن عزيز أخنوش وتحملتنا المسؤولية دي الأمان العام أول ما عملت هو بالمناسبة بخصكم تفهموني خصكم تفهموني السياسة باش تكونوا على خطركم لأنتو ما للمواطنين على خطركم من دابا أنا أمليكن رئيس دي الحكومة اللي عقلتي في البرلمان نجدت لهم أنا البالجة دي مصاوبة عقلتي سعيدة لا تشي لا يكن تي معاي في البرلمان تاد سعيدة دا ما جابك اللي بقيت تشد لي فامتي السحم عقلتي على التوجه الجديد من اللي دخلت في السجن وكان نشوف الإخوان نشوف الإخوان ينهاروا قدامي وحد جوج دي الإخوان منطنجب جوج وتنسلم عليهم بالمناسبة لما كانوا حاضرين فهمت إذن ولا لا كانوا وربعا جوج كيبنوا لي صمدوا أنا كنت معهم وجوج كيبنوا لي في حال ماشي ماشي كان قل دي لاش هات الشي علاج شنو السببب دي الساعة كان قوله الإسلام والدولة قال لكم ما تطبقش الإسلام قلت لهم أنتم ما تطبقوا الإسلام شوية علاقة الطاقة دي لكم تطبق الإسلام علاقة الطاقة دي لها ولقيت باللي هذي الكلام سيدنا عمار سبقني لي مع أهل مصر جاول عنده بغين يديروا التوراة على سيدنا عثمان في المرحلة اللولة جمعهم قال له مش سيدنا عثمان بغين واحد واحد سولهم قال لهم استحلفهم بالله واش انتكت تطبق القرآن في حياتك بالمئة قال اللهم فلا قال لهم شوفوا لا عود رجعت يقول هذا سنوريكم سنضربكم جمعوا ريوزكم وصيروا في حالتكم كل واحد يتطبق الإسلام على قدر المستطاع دي لهم الحمد لله بلادنا دولة إسلامية وبقية إسلامية طبعا هذا الإسلام دي لنا اللي كان في المغرب شي حاجة مطبقاش حاجة ما مطبقاش وهديك اللي مطبقار هم يجتهدوا باش ما تطبقش وما تبقاش وهد الشخص كون تنتبهوله ويكون عندكم الحس في هذا الشي ومن اللي تسمعوا الكلام على 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 الإجهاد تنتبهوا تنتبهوا هده المساوات وشيالي صالح لمرأة ولا ضد المرأة ومن اللي تسمعوا الكلام على 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 العلاقات الرضائيات تفهموا راي لما رديتي وش لبالة المغربة واحد من النهار غتبداوا تشوفوا الرجال دي لكم كيتزوجوا بالرجال غضحكوه بزيئ والعيالات كيتزوجوا بالعيالات كان هاد الشي في أوروبة ولا لا وش بعد انتم معايشين في هذا العالم ولا فين عايشين ما عارفين شادش مش شر شي الناس اللي بحالكم قلال رغم الأغلبية ولكن سكتين كي لتقول لك اللي حتى تكون ديمقراطية مئة بالمئة ولهذا الإخوان دي لنا المحترمين الفراق معها حين نلق الله ديك الساعة تصفي سير ترتاح مزيان مع عرصتك في انتظار ذلك سنستمر في القيام بواجبنا وخصوصا في حزب العدلة والتنبيه ومن بعد ما جينا الإخوان جينا للمؤتمر كان سمع في الإعلام واحد المجموعة كانت تغني بسمية السي عزيز أخنوش خارجة تنتقدوا أو تعجبت يلا هدلت شهرين على التعيين دي السيد شو وقع شعرت باللعب شي جيها عندها نفود وعندها تأثير على هد على هد الجوقة بدتك تغطي التوجيهات باش يتكسر هدك الكرسي اللي منقلس عليه هدك الكرسي عزيز أخنوش جيت لعندكم قلت لكم ما تدخلوش في هد الموجة دي المعارضة والإخوان دي لنا ما عشبهوش الحال قال كيف كيف شاستبد إلا تدفع على عزيز أخنوش وما له إلا اقتضرت المصلحة ندفع عليه لماذا ندفع عليه إلا اقتضرت مصلحة البلاد ندفع على عزيز أخنوش تدفع ما المشكلة وش اقتضرت المصلحة غن دفع عليه لا اقتضت ما اقتضتش نقل نسكت نسكت اقتضت نتواجه نويا نتواجه نويا باللي كتب الله هي هدي السياسة الإخوان أنا ما تنقول لكم نتحر ولا تنقول لكم تحملوا ما لا تطيقون ولكن السياسة رأي هي فن الممكن في واحد الحدود معين أنا رأي اللي كيدير السياسة كيغامر اللي كيدير السياسة وما بالأهد وما بالأهد من القدام رأى الناس مشاوغير عند سيدنا الله يرحمه مليه الحسن رأى ماتوا في واحد وسبعين وفي اثنين وسبعين مشاوغير يستقبلوه في المطار وماتوا السياسة هي هادي لا بغيتيش السياسة لا بغيتيش تغامر خاصة تدخل لدارك وتسدع لك ومازال درتيش سياسة ولا ما درتيهاش في النهاية كيوقع إلا ما أرد الله أليس خالد بن الوليد هو الذي قال أموتة كموتة البعير ما من شبر في جسدي إلا وفيه ضربة بالسيف أو طعنة برمح وهو على فراش الموت أموتة كموتة البعير لا قدر لك الله تعالى تعيش طويلا ستعيش طويلا ولا قدر لك الله سبحانه وتعالى تبشي في حالتك لا قد تبشي في حالتك ولهذا أشكل أشكلنا كنقولوش حال هدي أخلتي أنا شيد المعقول خليوا داك أنفوسا طاهرة طهر الحرام هديك ما كتعجبني شانا كنقولوش هذو اللي كيقولوه هذا الكلام واش صحيحة شي اللي كيقولوه عندهم أنفوس طاهرة طهر الحرام أنا اللي كان عرف هي أقبل في ذاك في ذاك النفس لا تترددي أقبل فإن الله خير معيدي لا لا تقل ما لي يداني إنما إن لم تكن أسد الحما فاستأسيدي وقف غوط إزعر ربما ما في الدكش ولكن قد يقدر يتخلعوا يبعدوا منك واش كتعرفوا هذا القواعد لله واشوفوا الحيوانات الحيوانات اللي كيهربوه كيبشيوا في الموزيد لا يولون الدبر والذي يولي الدبر يهزن الحيوانات اللي كيوقفوه شي مرات كيفلتو شي مرات كي تغلبوا الغالب الله وليه دحنا الإخوان دي لنا ما لي جينا قلت لكم ما تدخلوش في هذه الجوقة هذه على ما جاب الله المجلس الوطني حتى كنسبع صوت آخر صدا صوتين آخر تيقول ارحل قاع لسي عايز أخنوش على شغير حل يلا ديك ساعة اربع شهور بجا واستخدم لهذا واحدة من ذو كالقراكيز اللي وجاتوا جبدتني أنا بدون مبرير قلت لهم حلاقي ما له الحلاقي بالمناسب الحلاقي كي ياخد المال بطريقة شريفة تيعطيوه لهم الناس مباشرة مش كي ياخد الناس من تحت طبل تياخد الفلوس من تحت الطبل وكي تبدل الشكل ديال والموضوع بينها عشيتي وضحاها ها حلو حد أخينا مرة مرة كي يجبدني ويبقي كد من كيران من كيران من كيران وإني أنا ما غني نجاوبوش لأنه ما عندوش مصداقية عندي تيعمل العمل دي الشيطان الشيطان كي يدير الإخوان مع العرافين يخليطوا الخبر الصادق بالخبر الكاذي وشعقني على شي انت سيحمد رأى عمك قركتش كون قريتي للإخوان الشوافات والشوافين بعد واحد تسعين في المئة منهم كذابين ولا كتر وشي وحدين فيهم كذابين مع الشيطان كي يجيبوا لهم شي خبر صحيح وميات خبر كاذب أنا مكن ندرش مع هذا الكذاب اللي كي يطرزوا الكلام النهار اللي يكون شي واحد فيهم معقول ويقول كلام معقول وصحيح ودقيق ويتحرى فيه يعرف راس هو يعرف العرقام شك يقول هذه ساعة نجوب بل نجي واحد اليوم الاخوان أنا من اللي كنت تكلم معكم كنت تكلم معكم ما شي لأنني بغيت من ضيح أخنوش ونجي أنا في بلاسطون لجي شي واحد في كون في بلاسطون وهذا الشي لبقى غادي بط طريقة هذي هو اللي غا يوقع لما يجي أنا يجي واحد من لما جا واحد من كون غا يجي ما لسل له كيعرفني هو كيعرفني مزيان كيعرفني ما عندي علش نجامل ولكن غادي نجامل وراه قلت له ما يكفي أنا سيدنا كيعرفني كان عزو تنبغيه وتيعرفني مقتنع به وبالملكية هي اللي غادي ضرورة غادي تطور وغا تطور معها بالتراضي ما شبش دلي قطع لك إنه شد دلي قطع لك هي اللي دارت في المغرب هاد المدة هدي كلها يوم على الأسف الشديد عوض ما ناخد الصلاحيات دي الملكية الملكية هي لاخذة الصلاحيات دي الاحزاب كانت شير ما كيش قلت الاحزاب تطلب التدخل دي سيدنا بعد المرات قضايا داخلية نتنقول لكم حين تنعرف شد دي قطع لك مخدام سيار وهذا كذب وبهتان مشي معقول أولا بعد لقاع فرضنا هات الشي دي احنا السبب فيه كنتي معانا لك خبركم هدك هدك المصري اللي كان عندهم واحد واحد الحمار ومجوج لهذا حمار أخير هذا هده ومجوج عندهم واحد حمار مات لهم كيخدموا به مات لهم دفنوا قل لي اش ظهر لك نديروا عليه واحد القبا ويجيوا الناس يزوروا ويبدأوا يدوروا معانا قل لي مزيان الفلوس العقل احنا رحنا ليدفن وياك على كل حال انت كنتي معانا إلا كنتي ضدك الشي اللي درنا يقول هالنهار اللول وكنت وزير مسموع عندك مكان خاص عن جلالة الملك وعندي احتانا انا كان خبر المواطنين للمغاربة انني وخرت تأسيش ديال الحكومة ديال الفين وستاش شهر كامل على ما يختاروا الاحرار بطريقة رسمية السعز اخنوش لان لان السعز اخنوش تختار باش يكون رئيس ديال الحزب كان مزوار ديال الساعات قالوا لهم الناس ديال الاحرار ودير القانون ديال لا ما كيسمحش بات الشي لابد دا ندير مؤتمر وباش ندير مؤتمر خصنا شهر خدا وشهر هما خدا وشهر انا وخرط الحكومة شهر هذه الحقيقة من كول الحكومة حتى يدخل معايا الاحرار وكنت حريص على جوج ديال الناس بالخصوص ومسي عزيز اخنوش وملي حفظ العالمي لان انا كنت مقتنع اقتنع جازين انهما وزيرين جيدين وان جلالة الملك يريدهما في الحكومة ما قال لي ياش هو ما قال لي ياش لكن اقول لكم هذا شي لا انا مقتنع به هاتش امتين ولا لا شغان نسميهم جمعوا واحد المجموعة وجقلك ندخلوا مجموعين لا شخص اخوية قد دخلوا مجموعين الى كانت هذه حكومة قد دخلوا كأحزاب مجموعين هذي ما ومشجاب معاها واحد بوعو وكيخلع هذيك بوعو اللي يخلع جال عندي واتفقنا اتفقنا باش يدخل الحكومة وقلت له وسلم زيجي عندي للدار قلت له سير صيفت ليلا احد الوزراء ديالك اللي بغيت يوم يكون وزراء وفي الحكومة اللي قبل كنت عاطي السين بالمن عبدالله خمسة فالول عطيت ربعة من بعد من اللي قزد نساء ديال هم حيث احنا كانت عنا الاخت مسيمة الحقاوي هم مكان نساء قال يا سير عبدالله لا بغتي تحييذ واحد وتجيب وتجيب اخت قلت له ما نحييذ لا واحد لا جوج هدك ربعة اللي عندك أنا غا نزيد هذا اللاس الخامسة وكنت عوال هذا نعطيه قد دول اكتر منه لانه كان عنده عدد كبر منه خلاني وملي شف الرياح دار للجه الخرى والعجيب انه تبغيبان اللي هو اللي مقاطع عني لانا انا كان تسامح مع الناس اللي كان فيهم الضعف البشري ولكن اللي غدار فيهم ما تنقبلوش ما نعودش نقبلو غادر بي فهو غدار والناس ديولو تقولو نفس الكلام الناس ديولو اللي منعهم باش يعود يجيو لعندي وانا كانت سأل اللي الناس ديولو اللي ديول الحزب ديولو ما بقوش يبغيو يشوفوه ومن يتكونوا مضطرين يستقبلوه مقراهين ما كيهضروش كيخليو يدخول يقلس يبقى يهضر تعيش ويعود يخرج هو والربعة ديالو واتشير برغم الخبار من الزعم الكبار لا اللي مت منهم ولا الله يرحمه ولا اللي بقى عيش كيمنع الناس مش يجيو عند عبدالله بن كيران عبدالله بن كيران رغم ما بحتاج لتشيو واحد إلا الله وهدو كل يجيو عنده دبات السعب ركا ولا بغشي واحد يجيو مرحبا بي ما بغش يجي الله يهني وما شي أنا غذين بكي على الناس اللي ين داب في الشر كلمة عرف وشتر فأنا الإخوان قلت له وانا كان عود نأكد لكم وكان وضح لكم أنا ماشي السياسة دي أنا قلت لكم مقتلكم في الدار البيض ما عرف شك تسمع لي ولا ما تسمع شك لكم أنا السياسة دي لي سياسة وعرة عشو وعرة ما عرف عشو 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 عبقاري أنا عبقاري غير تحي دي لأنني إنسان بسيط وش نجيت الإخوان رئاسة الحكومة وكان شوف شي حاجة سميت هالمقصة غتقتل الدولة ستقتله بحل شي واحد شد شي واحد قج وغادي وكيزير شاي وقع له أبو مصعب شاي وقع له اختنق في الحق أنت لا تريد تهضر بزيز تخدم ولكن لا تهضر بزيز تبارك الله عليك أنا أحييك من هنا وكن أطلب الإخوان أحييك لأن أنت نموذج العضو الصالح في المجتمع وفي الحركة وفي الحزب وفي المهنة التي هي الطب تبارك الله عليك والله كتر نأمتلك وش تعرف بعد كن أبو مصعب هو من اللي كان صغار كان يعجبو يقع بهذا هذا التوقيع فإحنا رفضنا أنا ما كان نشوف المقصة غد تخنق الدولة لو عام اللي وصلت هنا سبعة وخمسين مليار ديال الدرهم طبعا أنتم هات سبعة وخمسين مليار ديال الدرهم على الميت ما يمكن لكم ش تفهموها وانا بيدي أنا ما كنتش كان كليا نفهمها إلا بصعوبة حنا ش بينا وين شي مليار ديال الدرهم حنا كنا نعرف الف ريال وشوية من اللي بدين نكش دل من حاب دينا نعرف عشر ريال وشوية من اللي بدين نكش نتخلص وبدين نعرف ربعين الف ريال أنا أول أول أجر أخذ الفين ومئة وستين درهم كأستاذ ديال تعليم تنوي يك هذا الرقم صحيح أم لا نسي تيو الفين ومئة وستين عقل مزيان قبل ما يحيدوا لي الخموس باشي قطعوا لي واحترف ديال الفلوس أعطوه الياب لدخلت الحبس وداروا الياب بوض الاخري 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 ومن اللي جيت نخرج وكنت بقي ما كمل ذك شي وديت لهم فلوس هم والله يشهد وديت لهم فلوس خيف من حاجة واحدة والله يشهد قلت بلا من وصل عندهم ملفة يرجع يشوف وشت شي صحيح ولله ويشوف حال خلص الدولة المغربية في ذاك الوقت باش يداب ويخرج يقول ها للناس إلا كنت كذب بلا من تجي الدولة المغربية تشنق يوم القيام مباركة غير هذو اللي ربما غادي يجيو لهم الله شحال اللي مردت لهم البال فخص الإخوان ديالنا يفهمو أن السياسة ديالنا هي واحد السياسة ماشي بحل السياسة اللي ولت اليوم لهذه الناس هذو غير وصل الجماعات غير وصل الوزارات ما تسنوش ماخدوش حتى الوقت وماشي جعانين بزاف منهم لا باس عليهم وعندهم الفلوس وبحل قال الأخ قويلا قال لي يستغنون لي لا يستغنون السعب العالي وخاكت بنا الإخبار هذو ماشي بغين الاستغناء هذو بغين غير فهمتي بحل شي واحد بحل غنائم هي هذي يفترسوا الغنائم يديهم يديهم معهم وبحل شعرين بلما غير طولوش بغي يخص صمية لسي نورمال إنه جيين الطريقة طبيعية بزاف منهم ما كانوا عرفوا شنو هي السياسة وشنو هو التجمع الوطن للحرار وشنو هما الأحزاب الأخرى لداخلين في الحكومة بزاف منهم وشو هي رئيس الجماعة رئيسة الجماعة رئيس مجلس العاملاء شنو رئيس الجيهة نائب رئيس الجيهة مليون ونصر شحرك ياخد نائب رئيس الجيهة خمس ستاش الألف الله شكول يكره يا دي اللي قل له بحل درتي الكل بش فنجا ما كانش عارف رأي ما كانش عارف ما يعرف شنو هي أنا سمعت واحد السيد كيت تكلم على الحزب دي وتي يقول الحزب دي أنا حزب حداتي إلى جا قدام الناس وقال شنو هي الحدات أنا نخرج من السياسة وعيب يقول حزب حداتي انت عارف شنو حزب حداتي حزب حداتي هو اللي قلنا قبيلا اللي ما يمشي تيزوج رجال برجال بالعيال بالعيال هذه الحقيقة الحداتة هي إلغاء التديون والمرجعية الدينية بالصفة عامة تكون إسلامية ولا مسيحية ولا يهودية ولا غيرها من الحياة السياسية وسير ديك الساعة سير قفل ورا ورا ومشي حاجة واتش ده برا كيد رح تب وتين رأي هذك الشي لش نايد كيت قاتل قلوا احنا ما نسلك ناش لا احنا ماش متفقين معه لا وإني كان صنته الرجل كي غادي ورجله كي يغرقوا في الحل تعرفوا هذا كجزرانة من الاحتياف المسخون كانت نقز بالحق لذلك الاحتياف المملكة كانت طيب وشوية 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 كانت تسلق بلا ما يطرد الباد الرجل شعر براسه وتسلق والأقريب يتسلق نايد يشير هذا الشي اللي عنده لأنه ليس معقول هذا الشي اللي يدار وليس ليس معقول ولكن وشوية معقول ما عرفنا زعيم من الزعمة الروس يقول أنا كان الأمريكيين يدخلوا معايا لوزارة الخارجية وتقول يا شوية ما تدير وشوية لا حول ولا قوة إلا لا لها ما تدير السياسة صحبير السياسة سكون تدير سكون تعرفوا شوية في العالم فاشغان ديرنا تدقيت المقاصة في الأول الثمان ديال الليسانس الناس الحمد لله تقبلوا ما نفعش ذاك شي دلت المقايسة ربطت الثمان ديال الليسانس بالثمان ديال البيترول الخارج ما نفعش ذاك شي قلت ما ينفعني معهد 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 الدعم غير نزوله وانا عارف اللي هذه المحاولة ديال رفع ديال 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 المحروقات اللي كيف بزاف ديال الدول أسقط حكومات وربما دول عبر التاريخ مع ذلك ما لقيت شي حل وتوكلت على الله وبقيت كل العام كان حيد واحد رعين سنتيم ولا خمسين سنتيم وجاءت معونة الله أنا بغيت نسولكم الإخوان بغي ندير السياسة بلا ما تردوا البل الله سبحانه وتعالى ولا كيفاش شي يقول الله تعالى أو ما نصره حافظينها يا ديال فهمينها محال اللي كينصره والله عنده شرط عنده شرط طول ما عنده إين تنصر الله تعالى الكلام تبدل أنت مجهود تنصر الله ينصرك الله إلا كان هذا الشي مش صحيح هذا القرآن كله مش صحيح ما قالش احنا قلنا الرياضيات أنا كنت هذه مدات تراودني فكرة نكتب واحد الكتاب على القوانين القرآنية القوانين منها هذه إن تنصر الله ينصرك ويتبت أقدامكم جوج كلمات ما كانش في الرياضيات أأ أم بليك بي ما يمكنش شدك أأ أم بليك بي تغلطه ما يمكنش نون بي أم بليك نون آوي بالحق أأ أم بليك بي هذيك ما فيها لا شك ولا خلاف انت هو قالها لي نا هو قال ونحن نصدقه سبحانه وتعالى يا دي صدق الله العظيم ان تنصر الله ينصركم ويتبت أقدامكم حاولنا أن ننصر الله سبحانه وتعالى في شيء أن توكلنا فيه على الله شو كانت النتيجة الإخوة في المرحلة الأخيرة اللي جات في الفين وخمستاش كان نضم كنت غادي ننقص ستاشة ريال تمانين سنتين تمان ديال اللي صنص طاح بعشرات ريال بمعنى طاح بستة وعشرين ريال بدرهم وثلاثين تمانين سنتين اللي كنت غادي ننقص وعشرات ريال والمغار بعجبهم الحال وشد الشيء اللي كنقول دقيقة والحمد لله والسيد القجع اخذ هذه الورقة الأخيرة اللي فيها آخر دفعة اللي غادي تعطيها المقصة للناس قال لي هذي غا نحتفظ بها السعر الإله ك يعني كوثقة ديال تحرر ديال الميزانية ديال المغرب من المقصة غادي وغا تقولوا لي دا بس اللي كتقول انت حنا دا اللي كان خلصوه علش انتوما اللي كانت الدولة هي اللي كتعطيها ما كنتي مش كتخلصوه وش عندكم شي عقل للدولة شلا هي الدولة ره هي انتوما ولكن انتوما إلا تمحنت تقدر الدولة تعونكم بالحق الدولة إلا فقدت المقود ما كايش اللي غايعاون غطيح وراه خرج دبتي يقولها قالي لا بغيتي وهات الشي نرفضو الدعم خصنا نعطاب خصنا محتاجي لسبعين مليار ديال الدرهم خصنا نحيدو التعليم ونحيدو الصحة وهذا لا يمكن أن يكون فعوط ما يجي هذا السي سي عزيز يكون شجاع وجري يقول هاد يقول للناس الحقيقة الله تشلي درس كلا الله يجزي بخير عليه ودبا ليسانس والمزوت رأي طلعوا وإحنا غانديروا مجهودنا باش ما يطلعوش بزاف ولكن رأي الظروف الله غالب ركينا الحرب اوكرانيا بين اوكرانيا وروسيا ولا بين امريكا وروسيا في اوكرانيا في امتين ولا لا ورا هاد هاد الحرب هذه اللي كانت ما يرى خرب قت البيعاء وشرية كاملة لديها البترول ولديها غيرها والله يسترمن المستقبل ما عرفناش مش حال غير للبترول الإخوان رأي نقول لكم من دابا نقول من خلالكم من المغربة كاملين ما عرفناش وخاص تكون عندنا حكومة اللي عندها القلالة صحاح وتعرف تصرف في ذاك الوقت بالإمكانيات ديال الدولة وتعرف تصرف في ذاك الوقت بش شرح وتوضيح للناس وتقدر تسمد وتقدر تطيح اما فرض احنا المسؤولين فرض احنا اللي غلطين احنا مسؤولين احنا غلطين انت لاش دارك الله رئيس حكومة بجيت قد قل لنا كان يكون فعل ماضي ناقص ناقص ما عرفتوش هلاش ناقص اذاك فعل ماضي مهم العرب فهمت له قلت له ناقص انت جيتي باش تحل المشاكل ماشي باش تبكي اليدات قل الاخرين دارول لا ما داروش احنا كانت الزول بالإجراء اللي درنا وكان نفتخروا به ولكن كان تعتبر خطأ وخصوية تحكم نمستعد نتحكم عليه نمستعد ولا اي حاجة اخرى اللي درناها ولكن نخص ندخل للسجن لاننا نصلح بلدنا احنا مستعدين لانه الاصلاح ما تيكونش بالهدرة بحدها الهدرة ضرورية وما تيكونش حتى بالاعمال بحدها تيكون كذلك بالتضحية من اجل الاعمال ولا اقتضى الامر واحد من نهار نضحي لانه جينا البلدنا وعطينا مثال نموذج حسن تسير في الحكومة وفي الجماعات المحلية بطريقة مشرفة ونبيلة ونزيها وشفافة ورائعة ويصعب ان ياتي بعدكم ايها الاخوة من يتجاوزكم بل يصعب ان يأتي من يكون مثلكم وهناك الاخوان ديالنا ديال دار البيضاء وديال تطوان وديال ديال 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 طنجا وديال وديال ديال الفاس ومكناس ورباط وسلاو ادش اللي دار الاخوان وحدها من الاعمال ديالهم وحدها من الاعمال ديالهم كافية بورا مورتين هاتشي كامل غير وحدة من كل دينا ما الاساف الناس بكينتبهوش الى اليوم الناس ديال ضر اللي بيضا يركبوه في الطبيسات مقيين تيخصهم يمشيوا عند السي عبدالعزيز العماري ويبصلوا راسه لأنه لأنه دوك الطبيسات اللي كانوا تم عقلتي واش كانوا يقولوا عن دوك الطبيسات واشنو كان يوقع فيهم من فساد ومن من من اعتداء ومن وكانوا مخربين اليوم تيركبوه في الطبيسات تقريبا بحال ديال اوروبا ده باهم يسحب لهم داك شي غير بحال غات تبشي تشري الخميرة من عند البيسري غات تجمد الفلوس من الجماعة وتخلص المالين الطبيسات تحيي داخلين را ما تقدرش تفهم ولا تصور تعب المشقة لدو السي عبدالعزيز العماري باش يوصل لدك النهار لدلك من الطبيسات والصعوبات اللي كان كيلاقي والعراقين من بعض رجال السلطة ومن بعض رجال الجماعة ومن بعض رجال الأموال اللي كانوا كيستافدوا من دك الطبيسات اللي بحالك ونفس الشيء بالنسبة لسي جامعة المعتصم في سلاوتين نقول لكم ما أذكركم غير وحدا ما أذكركم بزايف ما أذكركم بزايف همتين ولله والسي جامعة المعتصم في الرباط اليوم الطبيسات ديال الرباط همتين ولله ما أعش بالطبيسات ديال طنجا كديرين ها مزيانين واش مزيانين ولا خيبين وعلى أقل غير فرزوا بعد الهدرة مزيانين الحمد لله همتين لله وغيرهم وغيرهم هذا السي الشباني هذا السي الشباني ما كانش اللي كان كيمشي من الرباط وغيرهم من الدار اللي بيضل الراشدية المدوز ليلة في الطريق ولا نهار كامل مزيانين لله در لهم مش هتفق رئيس ديال اللي جه تفق مع الناس فمزيان ولله ودر لهم ودر لهم الطيارة غاد يجي وولت الطيارة هتطلع لها المرة الشعبية بش حال مرمع مزيان درهم ولا ميتين وخمسين درهم ميتين وخمسين درهم كتطلع لها المرة الشعبية ورجل الشعبي وكي بعد الساعة ديال المقنة كيكون في الرشيدية ولا ديال بغير يرجع وكي يرجع بعد الصباح جوجل تلس ديال الطيارة السيمان ديما غاد ين عمرين علش هتطيارة هذي صار غير المالي الكرافطات انا اخوان والعيالات مارين كريستيون ديور هتطيارة بابا وما خلقهم شوالله باشي هزو ديك المرأة فمتين اللي دير داك داك شاكار وشا شال وانا بيدنس داك شي فمتين اللي اللي اتعرف غير الشلحة هذيك ماشي بندم هذيك واذاك الراجل الكبير والشيباني ماروش المغاربة هذي المغاربة ديال الناس اللي عندهم الكرافاتات فقط احنا رحنا منهم مرضو البال نص نص احنا نص نص هه يقولوك هوا مهرس اياك احنا دا بتهرس لك هذي المغاربة غير ديال ما للكرافاتات وما لن كريستيون ديورو قولوا لي دوك سمية الخريد وشانيل هه وفويتون هذي كفويتون ماذا تعرفون قاع قال لك الساك بستد المليون بغيت غير نعرف الساك ديستد المليون علاج واحد المرة اللي قال لي واحد السيد هذا الساك نفع جابوا لواحد السيدة مراتو يلا باس عليها وهو يسحب الراسو يجيب لهشي ساك زعم ويا جا ناقص داك شي يتشدو يتضربو به بغوين فويل سيغ هذو الشمالية اللي كان بغيهم مشتهم ما كيتجاوبوش معي واب تمهم هدنين بزاب نعم نحن الذين ازلنا الدعم عن المحروقات واني اللي ما كان شو البال دي لنا نربما ربما غد تواطئ على جيوب المواطنين غير مشيت مشيته ومن لك ندرأيش دي الحقوبة كانت من دي المواطنين سبعة درهم عقل تيو نسي تيو من اللي مشيت عود بزيو كتلعو كتربحوا الفلوس بلا قياس وستخرجوهم كتخرجوهم واني دا بكين فرق الفلوس اللي كانت يوك تاخدوا قبل كتجيبوا لنا الوراق ونعطيكم الفلوس يا هذي الحقيقة واش داك شي شو تحتمله الله وعلى المعنى ما تنتهم تشي واحد ما نبغيش نتهم ولا في الدنيا لا في الآخرة بلا حجة ولا برهن واني كان كلام كان كلام وهذا شي قلت سيدة محترمة قالت باللي ما عناش وسائل باش نضبطو واش هاد الليسانس حقيقي هو اللي تشتروا لله ذاك شي لكتليكم وما جاوبتوا ونيش ومشيتوا كتحركوا دراري الشابيب ودك شي لخر انتين ولا واش بتي واحد سيد بدك يستعمل في قاموس الحيوانات ودك القاموس أنا كان عارفه قبل منه وهو اللي مسؤول إلا أسحب هو الديب ديال وانسحبنا الحمار ديال أنا ما عندي تمشكلك إلا أخلي لا أخليه تمحلي يا بعض الإخوان ما عجبوا مش الحال قل كسب إلا أنت ماشي في المستوى ديال أسمعوا نقولكم هالقضية أنا ما يقول لي يتا وحد انت في المستوى ديال لشنو أنا عارف بلي المهمة ديالي هنا يا وحده فيهم ندفع للحزب ديالي يا واش بغيتي كنا في مية وخمسة وعشرين ومن عرش حال المستشارين والمدن ديال المغرب كلها كنسيروها حيتي والمية وخمسة وعشرين بقدرتي قادر أقول له تلتاش مستشارين أخويتي أقولنا الحصيصة مرة وحدة الجامعات شمتنوا لحيتي وهم لينا أيوه وش نديرو احنا قل لك واحد صحراوي من هاد ولي كيمشي ديال في الطيار ويجي قل له أنا امرتي كتضربني والتال بكا ما كتخلينيش نبكي قل له لا أنا كتضربني ولكن بكا بكي غراض قل له عندك الحق تبكي تتشبع وخلي ونغرن بكي وين قضية هذه ونملك ندافع بحال هذه كنتظر نوض ذو الذين لا خلق لهم في الإعلام الصحفيون المأجورون المرتزقون ما شي اللي كيأخذوا الأجر ذي لهم الطبيعية المرتزقون الذين يأخذون على أشكال وأعلوان منها الإشهار ومنها ماتح الطاولة ومنها والذين أصبحنا نجدوا صعوبة في أن نميز من منهم ليس من هذا الصنف اللي بقي فيه شي من الكرامة اللي نكاللقوا صعوبة كنعفهم باللي ينوضوا ينوضوا يتكلموا الهدراء ما شي هي الكلام السياسة ما شي هي الكلام تكلم حتى تشبع وقد تكلم بالكلام ديالة السلقية السلقوت سبحني نقولها لك السياسة هي المصداقية على قولة الله كبار السياسة هي المصداقية وشو الدين دور هذا معلش معظمكم مسافرون تانسى لهم صلي وده مطريف اللي قال السي الخطيب رحمه الله واش تبعتيوني لا ما تبعتيوني اش قولي هذا 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 هات الصحفيين ديالأخر الزمان يشوفوا ريوسهم وقالوا لاسقين في عبدالإله بن كيران وفي المعاشر السيتنائي اللي دار له جلالة المالك عيب حيث أنا تنحشم نقول بالضبط كيف شوقع لأن ما سيدنا ما سنشتدني التمس وقالوا تشتموني أنا اشتموا على خطركم المهم واسد نتوقر وإني بها طريقة رأيكم بتدخلي وش صورة كما يجيب أن تبقى لأن صورة سيدنا يجيب أن تبقى مرفوعة ولهذا اليوم وهذا الحكومة هذه أنا كنقول له أحد القضية لأنه عنده موحة القناعة فضيعة شنو هي غدر اللي بغيتي وانتقد اللي بغيتي وقول اللي بغيتي غدعوا التاني من اللي نقلب الفيستا نعود اللي بغينا وعندنا الصحفيين ديالنا المأجورين غيقولوا ذاك الشي وغيزوقوه ونمقوه ذاك الشي على شهد القضية المقصة بقوا كيقولوها ويعودوها ويتهموني بها وسموني بن زيدان وإلى آخر نهار اللي يحتاجوا وقالوا ما يمكن لناش نعود ونتراجعوا في هذا الشي وإلا غانتقبول الميزانية ومن لك أنتك أتكلم قبل ما انتبهتيش بلغة تتقبل الميزانية ياك انتراجل اللي بس عليك وتهاجير وسوسي شكلي كيعرف الحساب كتر من سواسة من اللي ما فهمتيش بللي بللي أطان جوا ما كيعرفوش الحساب اللي جاب الله كيكلوه وعند كيخرجو يخدمه كينولو ما كيناش أسوسة ما بقوش صاف يقول لك يحسبوه المهم تقدون نقول لك واش فمتيوني ولله اللي محترمين حسب حسب ما اللول لا ما عندهم شغراد اشتموا لي ومع بلله من كير على المقصة غدام اللي غنحتاج ولا غنقول ربما يمكن شك غن تقبل ميزانية ربما يمكن شغادين وقفو التعليم وغدين وقفو الصحة وغاودي والآلة الإعلامية غاودي وغاين وغاين هدك اللي ناعس دك الاسم يتوني الني والاخرين المرتزق اللي كان عندهم كانوا قيم وشان وباعوا أنفسهم بغرض من الدنيا قليل ويعقلوا على هذا الكلام اللي تنقول لهم إلا ما شافوش النتيجة دياله في الدنيا بيننا وبينهم الوقوف عند الله وما أحسن من سماك الني ليتك استمعت له والله لو نمتلك أنا خير لك ولكن خارج واللي تكار حنك كنت فيك الرجلة والنهار اللي تشديتي في الحبس وقف الناس نطالب بالإخراج ديالك ودرناك في الحاملات يعني ديالنا نطالب جلالة الملك مباشرة غير نخرج تقلطي له الدرجة زيف نحن كان نفهم أنك روح النار قال للسين وفا الله يرحمه قال ليا السين وفا قال له رخف على ابن كيران قال له السين وفا راي لما بقي تكلم على ابن كيران سأقول لي في الشوماز هو قال لي اخر شي يقدبني بمعنى ما يبقى يقرأ لي احد واني تكايف شوية تشير انا كان نبك محدنا في الدنيا نعم احنا اللي حيدنا واعتقنا بفضل الله صحنا الميزانية للدولة وانا نادم دابا تيقوني نادم اللي ما زولش اللي ما زولش المقصة على السكار لا زولوا قبل مني على السكار والطحين والبوطة نعم نعم لانه ونفس الشكل اللي كان عندنا في البترول عندنا في البوطة باش نكون معكم زعمة صاريح ونكمل لكم نزيدكم ازيدكم من الشعر بيتين كيف ما تقول لديك عبدالباريح طوان وهو انه هاد الفلوس هادول اللي كان نعطيه دابا دابا للمقصة دابا هاد العام غان نعطيه كتر من 18 مليار ديال الدرهم كنت بغي ندير بهم مشروع اجتماعي اما نعطيه الفلوس للأسر المحتاجة مباشرة من 500 حتى الالف درهم بحال اللي داره بحال اللي داره من اللي كان الكوفيد ديك الساعة تقول لي الساب لا مايمكن شو ميمكن شو ميمكن شو ميمكن شو ميمكن شو ميمكن شو دابا ماينا عشنا ضحاء ولا ممكن بو ما عنا ما نقول مهم بالمناسبة والله وكون ماسين نوقف على ذاك شي والله لا اشتيو يا الله هتيقوني ولا ما هتيقونيش يوقف على ذاك شي وهو اللي وقف على السياسة ديال الدولة في الكوفيد دو ازد صحيا وغيرها وحنا ما كيهمناش المهم عنا هو البلاد تكون بخير اما كنت بغي نعطيها ديروا الحساب ديروا الحساب 18 مليون ديال الدرهم 18 مليار ديال الدرهم ميش حالك تعطي ميش حالك تعطي 18 مليار ديال الدرهم ميش حالك تعطي ديال الاصار مليون اسرة مليون اسرة بالف درهم للشهر الناس اللي ما عندهمش ما عندهمش او 800 درهم او 500 درهم نشوفوا ميش حالك تعطي غنمشيوا الالف درهم مليون اسرة كيخسك في العام مليار 12 مليار ديال الدرهم يكاس 12 مليار ديال الدرهم مليون أسرة المغربي إلى مليون أسرة وصلتها ألف درهم في الشهر ما باقي يكون فيه لا إضراء لا احتجاج لا وقفة لا حتى شي حاجة أما اللي درنابها الإنعاش ديال تشغيل بوحدة طريقة اللي تسمح للناس يتكونوا واحد شوية ويضيب قانيهم باش يكون عندهم باش يشريوا طرف ديال الخبز ويمشيوا ويجيوا في الطوبيس ويحلوا المشاكل اللي ذاتهم بوحد الآلف وخمسمية درهم 18 مليار ديال الدرهم كافية مليون أسرة مليون واحد يخرج مننا 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 ولهذا الحكومة هذي اللي تسمعها تقول شي حاجة هذاك شي ديال الزيادة ديال الرجال التعليم ودهك شي ماشي هذا اللي قلته ولكن هذا الشأنه اللي قلته وغلت وكلوا الله ديره علي زي احنا ما كرهناش تفضله أنا اللي صلحت تقعد وما تيقوش اللي تيقول لكم غايصلح لكم تقعد بلا ما يمس القدرة الشرائية ديالكم كذاب وأنا لم أكن معكم كذابا جيتكم كان نقول لكم الحقيقة قلت لكم غادي نزيد عليكم في السنوات وغادي نزيد عليكم في النقاط اللي كتخلصوا والدولة غا تخلص معاكم وغادي نقص لكم واحد شوية في التعويضات وغادي نقص لكم واحد شوية في التعويضات وغادي نقص لكم كله لسبب ماذا وأنه في الفين وثلاثة وعشرين ما يتوقفش التعويض ما يتوقفش البرلمان ما يتوقفش الاعتقاعد ديالكم ولكن رأى هذا غير إصلاح مؤقت لأنه وانا كنت تبغيين ديالكم ساوستي وكنت تبغيين نزيد كتر ولكن النقابات والإخوان ديالنا كيقول لي سعد إله بشوية 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 ودبارة البارحة قريت في الصحافة بللي وزيرة المالية خرجتك تعلم إفلاس التقاعد وكنت كان نقول هاد الكلام ومشاول إخوان ديالنا ديال البرلمان وبدأ 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 شكون الاتحاد الاشتراكي قال لك لا سيد ما نوقفوش التقاعد الدولات عطينا الفلوس اللي خاصينا لنا تستساعد قال لهم الدولة ما تعطيكم التارية الله يجزيها بخير عليها وخانا ما كنتش بتتفق معاك تبغي حل آخر قالوا الدولة ما تعطيكم التارية توقف التقاعد ديال البرلمان فالأخر ذاك شي اللي يبقى عندهم في صندوق ديالهم هما تقاسبوه مش مشكلة ذاك ديالهم والتقاعد ديال البرلمان انتهى وانا نقول لكم هاد شي يؤسفوني علش؟ لأنه يكون داروا الإصلاح اللي كان خاصهم يديروا ما يبقاوش يعطيه التقاعد الدراري اللي عندهم تبانتاشر عام ودوزه خمسة سنة في البرلمان هي ثلاثة وعشرين طلعوه الثلاثة وستين بحل الناس كاملين ولا خمسة وستين ويعطيه بوحد طريقة محدودة وكان استمر صندوق ديال لأنه غدا وبعد غدا من اللي غالل جاءنا متقاعد فانتين يقول لكي حرسة موبيلات كان في البرلمان غايبقى فيه الحال لأن سيدنا الله يرحموه هاد الشي اللي دفعوه باش دار التقاعد ديال ديال البرلمانيين وهو انه بلغوا ان بعض البرلمانيين ما بقاش عندهم لدرجة انهم لو تيخدموا بحال هذا الخدامي ولكن هاد الخدامي هاد وكان فكروا كيفاش نديرو باش على الاقل نحسن الظروف ديالهم فلو بدي يبقى فينا انه واحد الانسان لي خدم الامة ولا نائب برلماني وخلا الامور ديال الشخصية سكم تعرفوها بزاف ديال الناس اللي يدخلوا لبرلمان الناس كي يقول لك را كيقبطوا سبعات البلايين ما كيلا سبعات لاتمنيا لوالو كيقبطوا حوالي ثلاثين الف درهم كيخلصوا منها الالتزامة ديال الحزب ديالهم والالتزامة ديال الدائرة ديالهم وكتبقوا لهم حوالي واحد العشرين الف درهم ولا خمسة وعشرين الف درهم للناس اللي معقولين ننظر معكم الحزب ديالي كتبقوا لهم حوالي عشرين الف درهم تقريبا كانت شاسي دعو مارو اللي هيك هو هذا الحسن عشرين الف درهم وما زال واشكابلة ولا ما كاملاش وكان فيهم اللي يسمح اللي يسمح في الاجرات دياله كان يقبط فيها اكثر من عشرين لس درهم. بلا برلامان بلا صداع الرأس. وكين فيهم اللي كانوا عندهم مشاريع دياله خاصة ومشات له. وده بقى اللي ما عندهم مش تقاعد ديال الدولة واحد النار ما غير القوش درهم في الجيب دياله. بتاكل الانسان دازل عمر دياله كبر. سكل اللي غادي يخدمك في ستين وسبعين عام. ما ما كان اهضرش على رأسي. انا تاجر ابنه تاجر. واني انا عندي ظروف. انا ما جيت للهنية الاخبار الاو معي ثلاثة ديال الناس مسلاحين. تقوموا على الحماية ديالي. الله يجزون بخير. انا مليك نخرج للزرقة. بعد واحد القضية انا حبيث في البيت الان. انا مليك نخرج للزرقة. غير بس نمشي نصلي ركو نوحل. شي تيجي بغا يبوسني. شي بغا يعنقني. شي بغا يطلب الفلوس. شي بغا يحتجع لي. شي بغا كل واحد. شي بغا يضربني. ايوي. ما انا انا كان عرف نخدم اللي بغالله سبحانه وتعالى. الناس بقلي درتش حال من مشروع. ما شي لحسابي. تقول اللي عملت لحسابي ما سالك لهمش. اللي عملت لندرسة اللولاء والتانياء. طبعاء وجريداء. الحمد لله معظمهم لحساب الحركة. انت لهم. بعد جافيل. وباقين بيقول ده ما تليه. وش عيب. ما شي بعد جافيل صنعته بعدها. ما جي من اعلمكم تصنعوا رسال. ما تعرف. تقفو عليه جنهار. اشدار كالسي البشير. تكتي موضف موضف. عندك لا ريت ريت. ايو احمد هني عليك. ولهذا الاخوان. السياسة اللي كنا كان ديره. اللي كان قولوها دابا وكان عودوها. ما شي سياسة ديال تدير الخطر للناس. ما شي سياسة باشي صوتوا عليك ضرورة. قدروا يصوتوا عليك. انا الناس كانوا كيف يفهموني. ومن اللي بغيت ندير الاصلاح ديال تقعد وقفت فجيه النقابات. مع الاساف الشديد. ولكن الموضفين ما تبعوهمش. الموضفين سمعوني. وفهموني. وطاقوا فيا. وقبلوا الاصلاح اللي دارت. تاي ظهر انتم ما متتفقينش. ودار قالوا لهم ديروا ديروا مظاهرة. شحال خرجوا لهم ديال الناس? شحال خرجوا لهم. مرة اه اه ابن شماش وقا هو من بعم سولوه. ما يكذبش في هدي. هو اللي قال لي يا كنت هندوز في مجلس المستشارين. وكان هو كيطل من الشترجم قال لي يا كيني دست بن كيران واحد المائتين واحد. هدو هم اللي جاو يحتجو على لعب. الال بلاست مليون ديال الموضفين. وداز دك شي. وقبلوه الناس. انا السياسة ديالي مش ايه وش غد صوته عليا ومغد صوته شعليه. السياسة ديالي وش قمت باصلاحات ولا لا. وقمت باصلاحات. واليوم. انا ما كان قول في السي عزيز ارحل. غير خليك السي عزيز. وهي اني تحرك. خدم. ما تبقاش تضرب الحساب المستقبل وش الناس غادي اني يفرحو بيك ولا ما غير يفرحوش بيك. هدك شي رام شي مهم. هدك شي تيدوز. رانا خرجت من رئاسة الحزب في الفين وسبعتاش. ولكن الاخوان نهار اللي وكواليا عود القوني وعود صوته عليا. وراه اليوم انفجيت. راما حتي لكن طمعش نهار في شي حاجة. راما لقا عندي فاش نطمع الاخوان. نرى تجاوزت السبعين بالهجري وهو السن الحقيقي. ماشي الميلادي وكلنا كنا نحسبه بالميلادي ولكن السن الحقيقي هو بالهجري. انا تجاوزت السبعين وكنت رئيسا للحركة وللحزب وللحكومة انتهى. تقول يهو نحن ندخلي فاساد الى كل ما يمكن ان تحصناه في الدولية قد حصلتها انتهى الكلام. ولكن المسؤولية ما يمكن ليش نتخلى على الاخوان دياري. ما يمكن ليش نتخلى على الحزب دياري. نعرى الولانة اللي قد لكم هاتشي. ما يمكن ليش نتخلى على بلادي. ولو يؤدي هاتشي. لقطع الرؤوس. احنا اول واحدة الاخوان يعني تمحن في سبيل الله. احنا اول واحد هزم في سبيل الله. احنا اول واحد سجن في سبيل الله. احنا اول ان في سبيل الله. الي اخوان ديلنا ذاك الشي اللي كان اقولوا بلا. الذاك الشي اللي ذكرنا غير. غير انا مشيت عن السي سعيد. الانتخابات الفين وتسعود يا قصة السعيد. وكنت دايما كانا سمع اللي كي يشتال قصر الكبير كي يجيها الفياضان. 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 ودار وجاب واحد شريط دوزولي انا تنا ديك الساعة انا امين عام الفين وتسعود وكان شوفه دار واحد المشروع هائل ديك الساعة احنا باقين يعني باقين اجداد في هاتشي نسبيا ديك السير هو كان سبقنا دار واحد المشروع هائل اللي من خلاله دار واحد واحد النفق لدى كل ما ما بقاتش القصر الكبير كانت جيها يعني الفيضانات شوفه سعيد شتينو كلكم ذو قصره لو لا انو ذاك لستاتيو حرام ترخصو يديرو لك شتيمتال واشا عباد الله بنادم تتخذ اجراءات تنجيه من الفيضان وتنساه غير يدوش تنساه صحيح هم منسوا شي عاود صوته علي المرة اللي من بعد وعاود طلع رئيس المرة اللي من بعد المرة اللي من بعد اختلفوا خلصوا التمن هاو ما تا الاختلاف ممزيانش ها اللي كيقول العروبيا ديو علينا وجيو علينا وجات الحبلة 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 انتوقف يفوجي الحبلة ويا ولهذا الاخوان ديلنا واش بقي فيكم شي جهدو لتسالي تيرو شيو ها عجبتني ديو بقي ديو الأخوات شوف واقي لا انا غد نفضي مع هاد الاخوان ديو الحزب ديو الأخوات انا ضو جمعور يوسكم جمعور يوسكم المرجعية الحمد لله كتفهموها وكتعرفوها وراكم التزمين بو حق جزء كبير منها الحمد لله ويني داك الشي الأخوان اللي ما بتزمينش بيها خسكم تولي وتعرفوه الدولة وبينتكم وتلتزموا بيها والحزب ديلكم خسكم تفهموه وتفهموه السياسة دياله ويكون عندكم شش شجعوه لجراءات بناو داك الشي اللي دار وتقولوه وتشرحوه ما تخليوش عبدالإله ابن كيران كيه ضربوا وحده ما تخليوش الناس يقولو لكم الحزب ديلكم في غير عبدالإله ابن كيران نعيب عندكم يسحب لكم هاتشي غاية فرحني هاتشي غاية ألمني خسكم تكونوا كلكم بحال عبدالإله ابن كيران ولا يحسن منه هاتشي اللي كان فهمانا وساعتها وساعتها أرى والله يما عندهم ما يديرو لكم وحتى إلا بني اختيروش أرى غاية تكونوا غير زورة عليكم لأنهم يمكنش تكونوا بحالك دوما تنجهوش وحتى قاعد لما تحتيوش شي بسمكين المهم هو أن تكونوا قد أديتم الذي عليكم وقد نصحتم وحين سوف تنصحون وحين سوف تؤدون الذي عليكم وخايبلكم الناس لا معجموش الحال وخايبلكم الناس في العمق يعرفوا المصلحة الحقيقية الناس في العمق تعرفوا بلي هيد الإصلاح اللي ديالك تقاعد لصالحهم وتعرفوا بلي اليوم ضروري يخصوا الدار أنا قبلها من اللي تكلمت معكم على 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 المقصة ديال قلت لكم ما شنو كنت غانا ندير بالفلوس والناس سمعوني داك الساعات وفهموني وعرفوني وقبلوا مني مع الأسافة الإخوان قال لك السابد إذا بارك عليك إخوان خارج الحزب قال لك السابد إلا غادي تتكلف الحزب ديالك ما لا يطيق المهم إحنا الإخوان رمشي مشي عاد قطر بنا السقف بقوا عقلين لا يتشي بلاد كمرا هي بلاد وش من بلاد هذه بلد بلد 14 القرن للإسلام وفيها أمثال يوسف بن تشافين وفيها أمثال يعني ملوك الموحدين الذين حكموا الأندلوس وفيها أمثال يعني الذين هزموا البرتغاليين وفيها ناس الذين حموا غرب العالم الإسلامي وفيها ناس اللي بنوا اللي بنوا اللي بنوا فاس ومراكش والمدن الكبرى فامتيني ولله وتطوان والطنجة وغيرها واللي بناه يعني غرناطة وبناه مدن ما تزالوا تشهدوا علينا اليوم عار ثم عار ثم عار أن نضعف أو نزاهم في إضعاف أمتنا تقلوا على الله وروجوا الكلام الكبير وما تدوهاش في البريكول هاد السياسة اللي كانت شوف في هاد البلاد غير دي البريكول والبريكولية اللي بريكولي اللي بريكولر ونتبا دي بريكولر وزيد دي بريزاو حتى ننسى أديركم سواء دي بريزاو السلام عليكم رحمة الله تعالى أن يتقبل منه وأن يتقبل منكم جميعا ترجمة نانسي قنقر